بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ليست بالشيء الصعب بفضل الله عز وجل هي وعكة الصحية متعلقة بالصوت فكثرت بحكم طبيعة العمل دي في التدريس الجامعي وبحكم المحاضرات والدروس اللي كان نلقي في مختلف الأماكن الصوت عندي تعب شيئا ما فاضطريت أنني نوقف المحاضرات والدروس كلها تقريبا بقرابة شهر ومازال بقى المحاضرات متوقفة غالبا ستستألف إن شاء الله وتعالى في غضون الأسبوع المقبل فحتى لا يبدأ للإخوة والأخوات في التأويلات على علاستوقف المحاضرات وكذا إلى آخره فأشرت في أحد الدروس أن الدروس ستتوقف بسبب الوعكة الصحية اللي كان نعاني منها فقط لا غير اللي وقع في هذه المسألة هذه هو أن أحد الإخوة جزاء الله أخيرا نبهني على وحد المسألة والله لا يقوم بها إلا سفهاء الأحلام والعقول أعطاني واحد الرابط فمن يدخلت لذلك الرابط قال لي يشوف الناس أشتيديره من يدخلت لذلك الرابط لقيت واحد الشخص يعني سألو الله عز وجل أنه يرد به ولا يديه الشخص أشتيدير دخل أحد المواقع اللي كيديروا فيها هادش يدير جمع التبرعات ويجمع تبرعات مالية باسمي يعني تقول لهم الأستاذ ياسير العمرير عندهم مشاكل في التغطية الصحية ومذلك الوع كاللي يعاني منها رأى مشكل كبير وراه هو ما عنده شباش وراح نتنجمع له المال إلى آخره فيعني آدم قمة السفه فبغيت نشير لواحد المسألة الله يجازيكم بخير أنا إن شاء الله تعالى لعلي أضع الرابط في توصيف هذا البث المباشر إن شاء الله أضع لكم الرابط باش الإخوة يدخلوا ويشوفوا الناس يعني السفه فينك توصل بهم وقلة الحياء فينك توصل بعباد الله فالله يجازيكم بخير يعني الحاجة يعني الموقع الوحيد اللي أنا مسؤول عليه واللي كي تدقال فيه هو أمورك تدقال بسميتي أنا يعني أنا شخصيا أنا اللي مسؤول عليها هي هذه الصفحة الطيبة المباركة اللي أنتم مرواد فيها وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها وأن يبارك في كل روادها والإخوة اللي كيزورها فلما كان نخرجهاش من هذه الصفحة هذه كينا صفحات أخرين نشؤوهم بعض إخوة جزاهم الله وخير من باب المحبة الله يتقبل الله يعونهم الله ينفعهم وينفع بهم لكن هذه الصفحات لا تتكلموا باسمي يعني أنا لست أصلا لست شيئا ولكن كيف مكن الحال هذا كلي ليس شيئا لي هو أنا المسؤول الوحيد على شي حاجة كنخرجها من فمي هي في هذه الصفحة هذه لا فيما يتعلق به توقف المحاضرات أو السئنة فيها لا فيما يتعلق به مواقع المحاضرات أولى أمكينتها لا فيما يتعلق به وجهة نظر بيالي التي أتقاسمها مع الإخوة والأخوات كل شيء هاتشي كينفع الصفحة هذه الصفحة ياسير العمري على الفيسبوك من غير هاتشي راه ما عندي تشي منبر آخر يتكلموا باسمي ولجأ أي وحد قال لكم رأي يسير العمري تيجمع تبرعات ولا يسير العمري تيجمع فلوس ولا يسير العمري مشارك في حاملة انتخابية وليسير العمري غادل فوق القامار يبيع العطرية هذا شيء كله ما عندنا منه شخصيا ما عندنا به تشي علاقة ما لم يتم بثه من هذا المنبر الدعوة الإلكترونية اللي هو صفحة ياسير العمري ولا قدر الله نسأل الله العافية لا قدر الله إذا تم تحتقر صنة هذه الصفحة هذه رأي رأي يكون تشجيل آخر في منابر أخرى والإخوة إن شاء الله و تعالى غادي يرجدكم لي بإذن الله عز وجل بما أن هذا السيد دير هذه المسألة هذه من باللغة الفرنسية فإن شاء الله و تعالى بعد هذا البث غادي نقطعو غادي ندير إن شاء الله و تعالى بالثاني باللغة الفرنسية لعل ربما الإخوة يوصلوا الإخوة الأخرين اللي كي ناطقين بالفرنسية وصلوا لهم هذا الكلام هذا والسيد كي يجمع الفلوس بالأورو يعني من العملة المغربية من قج جده فنسأل الله العفو والعافية اللهم و كفنا ما أهمنا و ما نهتم له و كفنا من أهمنا و من لا نهتم به و نسأل الله العفو والعافية إلى إصار الله عز وجل في يوم آخر قد نفرد يعني بثا مباشرا آخر لأن يكون في تواصل مباشر بناتنا بين الله عز وجل نسأل الله التوفيق والسدد شكرا الله لكم وجزاكم الله خيرا و إلى ممكن يعني ما عمرني مسألتها لمسألة تصدق عليهم بأعراضنا ولله المنة والفضل. لكن هذا طعن في الدعوة. وطعن في عرض جميع الدعاة وطلبة العلم والعلماء. لأنه غير يبدو يقول لك رايب شو فلان كي يجمع شو فلان كي يدين. ما كنجمع فلوس مع انتا واحد. الحمد لله. سيدة ربي كافينا خدامين فلوسنا برزقنا. أنا ميمة أن قلت لا مدي لي الكاز ديالتي من فوق الطابل لعدم. شاء نطلب من واحد نقول لي جمع لي الفلوس لقبل. واحتلوع كالصحية الحمد لله لم تتطلب لا تتطلب لا عملية جراحية كيف بعض الإخوة يشيعون. ولا الحمد لله الأمر في أمن الله وحفظه بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني أي حاجة تجيكم خارج هذه الصفحة هذه فاضربوا بها عرض الحائط. جزاكم الله خيرون. تقبل الله من نومكم. شكرا الله لكم.